إن البلح الأصفر من الثمار التي تنتج من أشجار النخيل المعمرة يقوم البلح الأصفر بإمداد جسم الحامل بالطاقة والنشاط ويقلل من شعور المرأة بالكسل والخمول ويحد من الشعور بالتعب والإرهاق الذين يرافقان المرأة في فترة الحمل ذلك لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية في جسم الحامل نظرا لأنه يحتوي على السكريات الطبيعية كما يحتوي على نسبة مرتفعة من العناصر خصوصا عنصر الحديد والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم وبالتالي يعمل على وقاية الحامل من التعرض للأنمياء وأمراض فقر الدم إذ يعمل على زيادة نسبة الهيموجليبين في الدم حيث تعتبر الحامل من أكثر الناس عرضة للإصابة بالأنمياء خصوصا أثناء عملية الولادة يحتوي البلح الأصفر على عنصر الكالسيوم الذي يعمل على تقوية العظام ويقي من حدوث هشاشة العظام كما يساعد على التغلب على آلام العظام التي من الممكن أن تتعرض لها الحامل أثناء الحمل لتكوين الجنين كما يعمل على تقوية الأسنان وكذلك يحميها من التآكل والتهشم كما يعمل على تقوية العضلات والمفاصل والأظافر عند الحامل حيث يتم سحب الكالسيوم من جسم الحامل أثناء الحمل لإمداد الجنين بالكالسيوم فتصبح المرأة أكثر عرضة لهذه الأمراض لنقص عنصر الكالسيوم في جسمها كما يساهم في وقاية الحامل من مشاكل الجلد مثل التشققات والتمدد والتجاعد والتي تظهر كعلامات مبكرة للشيخوخة كما يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف التي تقي من حصول مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك الذي من الممكن أن تتعرض له الحامل في الشهور الأولى من الحمل كما يساهم في الوقاية من أمراض الغدة الدرقية حيث يعمل على تنشيطها ويساعد على أداء عملها بكفاءة كما يعمل على تحسين الحالة المزاجية للحامل حيث يقلل من التقلبات المزاجية المرتبطة بفترة الحمل كذلك يخلص الحامل من الإكتئاب والصداع المصاحب له ويحد من التوتر والقلق الذي يحصل للحامل بسبب خوفها من الولادة ذلك لإحتواء البلح الأصفر على مركب التيرامين الذي يرفع من نسبة الأدرينالين في الجسم وبالتالي يحد من التقلبات المزاجية كما يحتوي على البكتين الذي يقيم من تصلب الشرايين كما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في دم الحامل بالتالي يحميها من أمراض القلب كما يعمل على تقوية الجهاز المناعي للحامل بالتالي يكون الجسم أكثر مقاومة للأنفلونزا ونزلات البرد التي تتعرض لها الحامل كما يفيد في إنقاص الوزن ذلك لأنه يساهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة مما يحد من مشكلة زيادة الوزن التي تتعرض لها الحامل كما يعالج اضطرابات الجهاز التنفسي كما يحفز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء والتي تفيد في تحفيز أداء الجهاز الهضمي ويحتوي البلح الأصفر على الكبريت والبوتاسيوم والفلورين وهم من العناصر المهمة لمرحلة ما قبل الولادة وما بعدها في فترة النفاس كما يساعد قبل عملية الولادة على التقليل من الأوجاع والآلام المرافقة للولادة كما يعمل على تسهيل الولادة نظرا لمساهمته في تمدد عنق رحم الحامل قبل الولادة كما يساعد على عودة الرحم إلى حجمه الأصلي بعد الولادة كما كان من قبل كما يقوم البلح الأصفر بالمساعلة على إضرار الحليب عند الأم استهدادا لعملية الرضاعة الطبيعية البلح الأصفر النمو البدني الصحي للجنين ويحميه من التشوهات الخلقية ويحد من مشاكل نقص النمو التي تحصل نتيجة نقص عنصر الكالسوم في جسم الحامل كما يعمل على تجديد الخلايا والأنسجة الموجودة في الجسم من ضمنها أنسجة المخ بالتالي يساعد على النمو السليم للجهاز العصبي للجنين ويعمل على تقوية القدرات العقلية وبالتالي تنمية الفهم ومستوى الزكاء عند الجنين ويحتوي على نسبة كبيرة من الفسفور التي تزيد عن باقي الصمار وهو ما يؤدي إلى تكوين العظام والأسنان وتقويتها عند الجنين كما يقلل من احتمالية إصابة الجنين بهشاشة العظام وتسوس الأسنان كما يعمل على تقوية الجهاز المناعي عند الجنين والحفاظ على صحته على المدى البعيد